لدى استقبال السمو الرئيس لرئيس مجلس الشورى القطري أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة قطر فيما أكد رئيس مجلس الشورى بدولة قطر أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نموذجا فريدا في القيادة والحكمة وقيمة وطنية وخليجية عالية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم معالي سيد محمد بن مبارك الخليفة رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة حيث نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنيته لمملكة البحرين المزيدة من الرفعة والتقدم في ظل قيادتها الحكيمة وخلال اللقاء نوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور في سائر المجالات والذي يزداد تطورا ورسوخا في ظل رغبة البلدين بتطويره في مختلف المجالات واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيس مجلس الشورى بدولة قطر عدد من الموضوعات ذات صلة بالتطورات والمسجدات الإقليمية والدولية وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة بنقل تحيات سموه إلى أمير دولة قطر وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى سمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني الممثل الشخصي لصاحب السمو أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني وتمنيته لدولة قطر المزيد من التقدم والرفع في ظل قيادتها الحكيمة وقد أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن اعتزاز بلاده بالدور الرائد لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم وتطوير العلاقات البحرينية القطرية والارتقاء بمسار التعاون الثنائي بين البلدين إلى أفاق أرحب منوها بما يربط البلدين من وشائج قربة ووحدة مصير